دولة ليبيا بتواجه كرسة بشكل غير عادي متوقع بين لحظة واخرى ان الفوضى تجداح دولة ليبيا من القارة الافريقية الى درجة ان الحكومة الليبية اتغاست بدول الاتحاد الاوروبية وقالت بالحرف الواحد اغيثونا لان احنا مش هنقدر اساسا نواجه الفوضى المتوقعة خلال الايام القادمة في ذات الوقت اللي احنا شفنا فضيحة للحكومة الليبية دية اعتقالات قمع سجن اعتقال تهديدات لاي حد معارض للسيد عبد الحميد لدبيبا رئيس الحكومة الليبية غير الشرعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتكم معكم احمد عبد الهادي من قناة مصر في حزنكم مدعيين وفي فرحكم منسيين دا مثل شعب مصر بينطبق على الوضع في ليبيا الشعب الليبي ما استفدش من خيرات الدولة الليبية ولا اقتصادها ولا النفط بتاعها ولا الخدمات بتاعتها فقط الحكومة الليبية بقيادة عبد الحميد لدبيبا اللي هي الحكومة اللي بتعتبر منتهية شرعيتها الحكومة دي ما وفرتش اي نوع من الخدمات للشعب الليبي فقط وفرت حاجة واحدة فقط لا غير الاعتقالات والقمع والتدمير والسجن واي حد بيهدد الحكومة الليبية وبينتقدها بيروح وراء الشمس هكذا تحدثت المنظمات التابعة للأمم المتحدة طبعا كاشفة السطارة عن الفضايح اللي موجودة في قلب الدولة الليبية المسألة مش قاصرة على النقطة دي فقط لا غير كما تحدثت الكثير من التقارير الدولية الرسمية شوفوا حضراتكم الخيبة التقيلة اللي بتواجهها الدولة الليبية حاليا عبد الحميد لتبيبة اللي نجح في ان هو يجمع كل الميليشيات حواليه وحاول ان هو يثبت الوضع في قلب الدولة الليبية بحيث نجح في ان هو يتصدى لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونجح في ان هو يثبت الاوضاع المحيطة ونجح في ان هو يعقد الصفقات القذرة مع رجب طيب اردوغان ونجح في ان هو يدعم المرتزقة بتوع رجب طيب اردوغان حفاظا على الكرسي بتاعه البيع عبد الحميد لتبيبة استغاز بدول الاتحاد الاوروبية وقال الحقونة في فوضى قادمة في الدولة الليبية واحنا مش هنقدر عليها الكلام ده ليه حضراتكم لان دولة النيجر اعلنت الغاء قانون كان بيجرم تهريب المهاجرين في البلاد معتبرة انه يحد من الحريات العامة كان في قانون في دولة النيجر المجورة والمتاخمة للحدود الليبية القانون ده بيجرم تهريب المهاجرين في البلاد انك انت تشتغل في تهريب المهاجرين وتدفعهم لدول زي ليبيا وتونس ده اساسا كان بيعاقب عليها القانون في قلب دولة النيجر تم إلغاءه بناء علي إلا يحصل فلاص انت من حقك انك انت تهرب المهاجرين لليبيا من حقك انك انت تهرب المهاجرين لتونس لماذا تم إلغاء هذا القانون في هذا التوقيت تحديدا طبعا القرار زي ما قالت السلطات الليبية هيجعل من نشاط شبكات التهريب علنيا ويفتح كل مسارات الهجرة التي تم إغلاقها بالسابق والأمر بيهدد ليبيا بمزيد من المهاجرين غير الشرعيين كما أشارت السلطات الليبية جهاز الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية الليبية أعلن عن تحرك موجة كبيرة من المهاجرين من دولة النيجر منذ عدة أيام نحو دولة ليبيا وتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة وقال الجهاز ده ان قرار النيجر رفع القيود عن قوانين الهجرة هيؤدي إلى تطورات خطيرة من شأنها ضرب الأمن القوم الليبي وحدوث فوضى في البلاد السلطات الليبية طلبت من الاتحاد الأوروبي سرعة تقديم الدعم لتأمين الحدود الليبية الجنوبية ودعم جهازي مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود بالتجهيزات والتدريبات لأن يبطأ أوروبا لو أنتم ما دعمتناش هيبقى وعدكم سودة لأن المهاجرين غير الشرعيين هيملوا الدولة الليبية هيعملوا فيها نوع من الفوضى هينتصروا ويتغلبوا على السلطات المعنية النتيجة هيوصلوا لدول الاتحاد الأوروبي أنا عاوز أقول لحضراتكم أن ده جزء من المصيبة الجزء الآخر من المصيبة أن بتوع اللي هي عصابات اللي اتجار بالبشر والعصابات بتاعة الهجرة غير الشرعية هتغرق الدولة الليبية بملايين من الأفراد ليه؟ هجرات من قلب الجنوب هيتوجهوا لليبيا وهيتوجهوا أيضا للدولة التونسية هيهددوا المنطقة الشمالية كلها أولا ده ساعدتك المطلوب فكرنا حضراتكم لما الرئيس التونسي قيل سعيد قلب الحرف الواحد أن في مخطط ومؤامرة قادمة بالتنسيق مع دول غربية وبالتنسيق ما بين دول أفريقية من أجل تفكيك البيئة الديمجرافية في قلب الدولة التونسية ولذلك تونس بتشهد إجرات غير شرعية كتيرة جدا بشكل غير عادي ثم أصدر قرارات سابقة الزكرة احنا كنا شرحناها في حينه قرارات لازم الكل يقنن وضعيته ما فيش حاجة اسمها أنك أنت مهاجر غير شرعي وتستمر في الدولة التونسية إلا إذا كنت أنت مقنن وضعك ثم بدأ يضرب عبيد من حديد على الحدود التونسية إلى درجة أن بتوع أوروبا رأعوا بالصوت الحيان وقال حرام عليك أنت زي تتصدى للمهاجرين غير الشرعيين قالوا ذلك في نفس التوقيت اللي هو الاتحاد الأوروبي كان بيصدر فيها الكثير من القرارات والقوانين للتصدى للهجرات غير الشرعية هو أن المطلوب أن أنا أتصدى نيابة عنك وانت حاطط رجل على رجل هو حلال ليك حرام علي طبعا دي المؤامرة اللي كشفها الرئيس قيس سعيد فاللي هيجي من قلب النيجر وشركاها وبالذات النيجر ألغت تجريم تهريب المهاجرين غير الشرعيين يبقى معنى ذلك في مخططات بتضبر بلايل معنى ذلك أن دولة ليبيا هتشهد فوضى خراب تفكيك البيئة الديمجرافية هي كمان زي ما قال الرئيس قيس سعيد السلطات الليبية طلبت من الاتحاد الأوروبا بسرعة لازم تدعمونا لأن الوضع كارثي ولابد من معالجة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بقعادتهم إلى بلدانهم الأصلية ده اللي حصل سلطات الليبية قالت احنا متوقع أن الفوضى تجداح الدولة الليبية بين لحظة وأخرى طيب من تشاطر عمال بتقسم في الدولة الليبية وشغال مع الميليشيات على أفضل ما يكون ما تشغل الميليشيات بتاعتك والمرتزقة بتاعت رجب طيب أردغان اللي انت بتدفع لهم ملايين الدولارات شهريا كمرتبات خليهم يشتغلوا على الحدود لا ساعتك دول مخصصين لحماية المافيا والبلطاجية اللي بيحكموا ليبيا والميليشيات بتاعت ليبيا المصيبة يا جماعة أن السلطات الليبية ما قمت شيء بالضر بتاحها نحو الشعب الليبي المفترض جدلا أنت كحكومة سواء اتفقنا أو اختلفنا احنا رفضينك كشعب ليبي يعني وأنك أنت حكومة غير شرعية وانت بتقول لا أنا القائد هنا وأنا رئيس الحكومة هنا وأنا الحكومة الشرعية رغم أنف الجميع طيب بتقوم بدورك بقى فين خدماتك فين الخدمات الموجهة للشعب الليبي المصيبة بقى حضرتكم التقرير اللي صدر عن البعثة الأممية إلى ليبيا برئاسة عبدالله باتيلي اللي عبرت عن قلقها من انتهاكات تتعلق بحالة حقوق الإنسان في البلاد ينهر السويد يعني أنت مدعمتش الشعب الليبي ولا قدمت للشعب الليبي خدمات الخدمات الوحيدة اللي أنت قدمتها للشعب الليبي أنك تبتعتقلهم وبتنتهج حقوق الإنسان عندك في ليبيا أسعدتك وسبق وتوصل التحقيقات بأث التقص الحقائق الأممية إلى أن السلطات الليبية لا سيما الأجهزة الأمنية تقيد الحق في التجمع وتكوين الجمعيات وحريط الرأي والتعبير وحريط المعتقد من أجل ضمان الطاعة وترسيخ القيم والمعايير اللي بتخدم المصالح الشخصية والمعاقبة على انتقاد السلطات والقيادات بتاعتها ده اللي انت أخدته قمع حريط الرأي والتعبير وأي حد يفكر مجرد تفكير أنه هو ينتقدك تعتقله أسعدتك طيب ما تقوم ببقية دورك لا سعدتك يقوم ببقية دوره ليه هو مش فضل الشعب الليبي أي حد يجرؤ على أنه هو ينتقد لدبيبة والميليشيات بيروح وراء الشمس وذكر التقرير بتاع البقثة الأممية أن الهجمات ضد فئات معينة ومنهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال حقوق المرأة والصحفيين وجمعيات المجتمع المدني أسهمت في خلق جو من الخوف دفع الناس لممارسة الرقابة الزاتية أو الاختباء أو الاغتراب أو الهروب في وقت كان من الضروري فيه خلق جو يساعد على إجراء انتخابات حرة وعادلة للليبيين لممارسة حقهم في تقرير المصير ما هو عبد الحميد اللي تبيب عاوز كده مش عاوز أي حد يرفع دماغه أو ينتقده أو يتكلم أو يتحدث أو يناقش وقالت البأثة الأممية أنها وثقت العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز لرجال ونساء وأطفال على أيدي الجهات الأمنية على مدى الأشهر التسعة الماضية في جماع أنحق ليبيا يقرب بيوتكم إيه دا؟ إيه دا يا جماعة؟ ما عرفوش من الإدارة والمؤسسات الرسمية غير الاعتقالات طيب أتقلهم بس قوم بدورك وجه خدماتك للشعب الليبي طبعا ما فيش خدمات وما فيش حد يقدر يتكلم أي حد يتكلم يروح من الضار على النار النيجر تلغي تجريم تهريب البشر وتثير قلق ليبيا البأثة الأممية القمع والاعتقالات في ليبيا يخلقان مناخا من الخوف عبدالله بتيلي عد في اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن البلاد تمر بمرحلة خارجة طبعا كده الوضع كارثي للغاية وبيؤشر أن الدولة الليبية مش مقبلة على فوضى فقط لغير ولكن على انفجار نتمنى من الله العلي القدير أن يحدث انفجار في قلب الدولة الليبية للإطاحة بكل الذين يدورون الدولة الليبية منذ عقود من الزمان لمصالحهم الخاصة بجد نتمنى زي ترجمة نانسي قنقر